تليفون موبايلات طول الوقت لمدة 48 ساعة من مطار القاهرة الجوي مطار القاهرة الدولي الجوي وتليفونات طول الوقت موبايلات ناس قعدة في الطيارات لمدة 5-6 ساعات مش عارفين ينزل ولا يطلعوا والتكييف بتاع الطيارة متوقف طبعا لان الطيارة وقفة مش عارفيني ولا يطلعوا تيكوف يعني تروح بالسلامة قوي حتى ينزلوا المطار عدد كبير من التليفونات جوة القاهرة وعدد تليفونات خارج القاهرة للناس اللي مسافرة ورجع بلادها او رايحة ترانزيت في حتة او جاية ترانزيت في مصر وعايزة تروح تكمل الاضراب موجود في كل حتة في العالم في اي مطار في العالم ممكن يكون في اضراب وفيه خانون لهذا الموضوع لكن بيقولك انك انت اضراب او يعني ايه تبطيء في الحركة ايا كان الجملة يعني ايا كان المسمى فيه انك انت لازم تقول انا مضرب او حوقف او حبطق الرحلات مثلا اه من الساعة كزا للساعة كزا او في وقت كزا او في يوم كزا الحاجة التانية بقى اللي احنا مش واخدين بالنا منها ان الناس اللي بتعمل اضرابات في امريكا ولا 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 تبطيء للحركة في اي حتة في العالم بلادها مستقر ما عندهاش ساحة مضروبة ما عندهاش طالعة من صورة 25 يناير وبتتغير نظام 30 سنة ما عندهاش ناس عمالة تعمل اضرابات في كل حتة في كل مجالات مصر ما عندهاش فقر اه عايزين نحاول نخلي الناس اشتغل ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش واقفة في التحرير على فكرة مش هواقف الدنيا هواقف شغل انا بس انما لما واقف المطار اللي عمره ما بيتقفر غير لما يبقى فيه احتلال مثلا او فيه مصيبة في البلد معايا الكاتب الصحفي الاستاذ ماهر مقلد نائب رئيس تحرير الاهرام صباح الخير يا فاند صباح النور انا طبعا يعني بتكلم بشوية عصبية لكن انا ليه ارايب كانوا قاعدين في الطيارة وعندهم القلب وكانوا مسافرين الامارات وللأسف الشديد قاعدوا خمس ساعات جوا الطيار مش عارفين ولا يطلعوا ولا ينزلوا هم حضرتك يعني عاملين الاضراب او ما يسمى التباطؤ بسبب ايه؟ هو زي ما قلت حضرتك ان في كل العالم تحدث اعتصامات او اضرابات خصوصا في مجال الطيران المدني او مجال المطارات يعني في اليونان موجود لكن هو انا بتتفق مع حضرتك تماما في التحفز على التوقيت الاضراب او بطء الحركة او بطء تقديم الخدمة من المرائب الجوي للطائرة سواء كانت في مجال الجو المصري او في تنزل او في مرأة الاقلاع التوقيت في مصر الان بتشهد نوع من الارتباك في كل المجالات المطار هو بدي انطباع اول وانطباع اخير عن صورة ووجه مصر يعني اي حد بيجي مصر اول انطباع بياخده عن مصر بيبقى من مطار القاهرة الدولي او اي مطار داخل جمهورة مصر العربية والمواني يعني الانطباع الاول والانطباع الاخير هو المشكلة في الاول والاخر مشكلة يعني مرتبطة بتحسين اوضاع مالية كان المرأبين الجويين على مدى سنوات يعني مش مرتبطة بالثورة قبل الثورة وكان فيه اضراب شهير في 2005 وقت ما كان بيشغل منصب وزير طيران الفريق احمد شفيق نفذوا المرأبين الجويين اضراب ثلاث ايام كان الاكبر في تاريخه او كان يعني كان سبب حالة من الارتباك الغير مسبوقة في كل المطارات المصرية انت لو بتعمل اضراب في المطار الغير الدولي بينعكس على كل المطارات الجوية بينعكس عن المجال الجو المصري يعني بتبقى شيء يعني كنت موجوده اتاف في المطار يعني ممكن الناس قعدوا ثلاث ايام اللي هم السياح والاجانب والمسافرين سواء مصريين او عرب او جانب ثلاث ايام في المطار وكانت برضو لها نفس المطالب المادية الاضراب الاخير او التباطق في تقديم الخدمة اللي حصل من يومين هو كان فيه مطالب مادية وكان توافق عليها للمراقبين الجوين مرتبطة بزيادة الحافز من غير الدخول في تفاصيل يعني ترى هم طالبوا بزيادة الحافز بنسبة 60% من الحافز الاساسي توافق عليها حضرتك امتا؟ نعم توافق عليها امتا؟ توافق عليها برضو من ايام لكن حصل التحفزات من فريق تاني مرتبط بنفس المهنة اللي هو المهندسين الجويين قالك ازاي؟ هو طبعا كانت زيادة تشمل كل العاملين في قطاع السلام الجوية او قطاع المراقب الجوية لكن كانت زيادة ملموسة واكبر بشكل كبير للمراقبين الجويين فتحفزوا عليها واعترضوا للمهندسين الجويين كانت اجتماع مع الوزير الطيران هيقر اللائحة المالية بشكل نهائي بناء على التحفز اللي تم من المهندسين الجويين ارجع اقرارها ده الامر اللي دفع المراقبين الجويين اللي تنفيذ اضرابهم اللي كان خلال اليومين اللي فاتوا والتقديرات الاولية للخسائر اللي تكبدها قطاع الطيران المدني وشركات الطيران العاملة في مصر 25 مليون دولار طبعا ممكن في شركات عاملة في مطار القاهرة الجوي ترجع ترفع قضايا تعويض على سلطة الطيران المدني في مصر ممكن ترفع الهيط من القاهرة الجوي الراكب اللي جاي ترانزيت يقعد في مصر لمدة ساعة الا ربع ويركب طيرة تانية ويطلع فيحصل الاضراب ده ما ينفعش ان هو مثلا يرفع قضية على على الحكومة المصرية او على المطار المصري الراكب لا يتعامل مع ما هواش معني بالحكومة المصرية ولا السلطان المدني الراكب يتعامل مع شركة الطيران الناقل اللي هو جاء عليها طبعا الراكب مسؤولية شركة طيران لان انا ببقى اخذت اسكرة في تعاقد بيني وبين شركة طيران لكن شركة طيران شركة طيران هي اللي لها علاقة مباشرة مع السلطة الطيران المدني او مع هيئة مناء القاهرة الجوي اللي هي متعقدة معها على العمل يعني هي العلاقة تدريجية لان الراكب هو مرتبط مع شركة طيران فممكن شركة تتأخر لظروف الصيانة يعني لأسباب كتيرة جدا مش ده الموضوع يعني وزي ما قلت حضرتك ده بيحصل في كل العالم فأتينا المطار يعني اغلق تماما لكن هو التوقيت دلوقتي يعني اساسا انا مؤمن تماما ان مهنة المرائب الجوي دي مهنة يعني نادرة بمعنى كلمة مهنة نادرة لان عدد المرائبين الجويين في جمهورية مصر العربية البلد تعداد سكانها 85 مليون نسمة 700 مرائب جوي فقط ده في جميع المطارات شو بقول حضرتك من بين 85 مليون مصري يمتهن هذه المهنة 700 شخص فقط لغير هي نادرة واصحاب كفاءات عالية جدا جدا وفي المقيس العالمي هم على اعلى مستوى يعني اساسا المرائب الجوي اللي شغال في المطار خير الجوي أو المصري بيطلع يشتغل في اي مطار في العنى بنفس الكفاءة الطيران هو له عالمية يعني اساسا ممكن ده يطلع النهاردة يشتغل على في مطار في الوقت المتحدة الأمريكية في لندن وده ممكن يحصل كتير جدا نعم ومطلوبين في العالم وعلى اعلى مستوى من التدريب وحضرتك لما انا كان ليه حظ ان انا شفتهم كتير داخل مركز الملاحة الجوية أو حتى برج القاهرة نعم انضباط عالي ناس منتهى الكفاءة منتهى الوطنية وهم كانت ليهم مطالب يعني من زمان بيقولك احنا بنشتغل ما يقدرش نشتغل غير ثلاث ساعات أو اربع ساعات متواصلة لان اساسا بيبقى تركيزه يعني عالي جدا جدا هي المهنة الوحيدة في العالم اللي غير مسموح فيها بأي نسبة خطأ كل مهن ممكن يبقى فيه نسبة خطأ واحد في المية اثنين في المية خمسة حتى الطبيب يعني اللي بيعمل عملية جراحية ومسموح له بنسبة خطأ نسبة معينة لكن المراقب الجوي دي نسبة لا تعرف الخطأ لان مجرد هو الخطأ الواحد بيبقى كارسي حقيقية فهم برضو كانوا معترضين ان كان الوقت مكان الوزير احمد شفيق كان وزير الطرار المدني هو بتاعس بتاع تسعة وخمسين شاب وفتاة من خريج معهد الطرار المدني في مبابا وسفرهم تقريبا في فرنسا ياخدوا تدريبات دورات عالية جدا وتصرف حضرتك على هذه التدريبات والتطوير مبالغ كبيرة جدا انا كنت سامع واحد من اللي بيشتغله بس هو سنه حاجة وخمسين سنة مش فاكر اسمه ايه للأسف الشديد قالك احنا اولى ان احنا يعني بقى انه سنين احنا اولى ان احنا تصرف علينا على الواحد مننا او منهم اتنين مليون جنيه عشان نتطور او 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 من ضمن الكلام طبعا على الماديات و او 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 لكن من ضمن الحاجات اللي تعبا نفسيا انه جاب شباب صغيرين بس فيه وجهة نظر تانية بتقول انه يعني طبيعي ان انا لازم يبقى فيه اجيال هو فيه اجيال يسلم جيل يسلم جيل ته صحيح هو في حالتين ما فيش خطأ يعني انت حضرتك انك انت تجاهز جيل جديد بس هو اللي هم اعتراضهم ان ده كان مفروض يبقى داخل اطار المنظومة المتكامة اللي بتنظم عمل المراقبة الجوية ان فيه يعني فيه بدايات بتوصل لنهايات بيبقاش فيه ناس منتقاه هم هم شباب مصري ليه بنفس الحقوق وليه بنفس الواجبات هم مصريين هم التسعة وخمسين وقوله انا بفتخر انه ما بتسعي